السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اسمي عمر سليم والنهاردة ان شاء الله هنتكلم على البلم بإذن الله اشتركوا في القناة السلام عليكم والنهاردة ان شاء الله نتكلم على تكنولوجيا مهمة جدا في صناعة البناء وهي تكنولوجيا البناء ونستقبل اسئلة كده ونتحور مع بعض فيها بإذن الله لو حد عندها هي اسئلة تفضل مشكورا نكتبها ونبدأ نتكلم معها ونقشها بإذن الله طيب ايه هي تكنولوجيا البناء التكنولوجيا البناء هي تكنولوجيا حديثة خاصة بقطاع الانشاءات وهو ان انا اعمل موديل مطابق لي اللي هيتبني يعني لو انا هبني مثلا فيلا هبني قصر هبني عمارة حديثة هبني استاد فانا بعمل الموديل بتاعه على البن بأي برامج من البرامج ونبدأ نشوف المشاكل اللي ممكن تواجهنا الهpel من الممنا ؟ ونبدأ نشوف ايه التكلفة اللي ممكن نحتاجها في البناء بما ان هبني عندك الديل يعني من قبل ان تبدأ وانت عارف ان تكلفة البناء دي هتبه كذا والوقت اللي هيخطف البناء كذا والمشاكل اللي هتبه موجودة في البناء هتبه موجودة في المكان الفلاني وتقدر تحلها من قبل ما تبدأ تظهر المشكلة يعني على سبيل المثال مثلا تقدر تقول ايه ان مثلا لو في حاجة خبطة في حاجة مثلا فيه مثلا تكييف خابط مع انشائي فهتبدأ تشوف المشاكل دي هتبه تحلها قبل ما المشكلة تحصل في الموقع وانت لست في المكتب فعارف المشاكل اللي موجودة ايه وعارف فبتبع عارف المشاكل هتبه موجودة فينه وتقدر تتنبأ بيها وتقدر تلاقي لها حلول بحيث ان شرمي افشي لو وارح انت شغال وبعد ما عملت حاجة فجأت ان فيه حاجة تانية خبطة معاها فتتطر تاخد وقت على لما تحل المشكلة وتشوف ايه الحلول اللي موجودة وايه الانسب ليك وممكن تتطر ان انت تعمل هادر للموارد ان انت تكسر حاجة عشان تقدر تركب الحاجة اللي انت عايزة فاصبح الموضوع اسهل بكتير جدا جدا من السلوب القديم او السلوب التوكاد والبيم اصبح فيه طلب عليك تشديد جدا يعني اصبح اجباري في الدول كتيرة ان انت تقدم المبنى بالبيم ايا كانت سوفت وير اللي انت هتشغل عليه يعني سوالك تشغل ارتي كاد او شغل ريفت او شغل تيكلا او شغل ايكو سيم او شغل اول بلان او اي برامج دي المهم ان انت شغل بيم فده يقولنا الحاجة مهمة جدا ايه هو تعريف البيم ياريت الناس المشاهدين كده كل واحد يكتب كده تعريف البيم وانا بدنا نتحور فيه وما بيش تعريف فقط يعني كل واحد بيبقى ليه التعريف الخاص بيه ياريت الناس الموجودة تكتب ايه هي تعريف البيم بالاتبالة يعني ممكن واحد يكون بيركز على الحصر فيقولك البيم ده مثلا اداة قوية جدا لتحديد التكلفة ممكن واحد تاني يمركز مثلا على موضوع الكلاشات شايف ان البيم حلله مشكلات كبيرة جدا كبتواجم في واحد تاني كان التركيزه كله على البريف فابريكيشن ان هو الشركة بتاحته كانت بتصنع اجزاء بتاعت الدكتور وكانت بتبعتها الموقع فكان بيحصل اغطاء كتر جدا فده ادى الهدر كتير جدا ان هم كانت ممكن ان القطعة تبقى اكبر من اللي هم عزينه في الموقع فقدر يقطعه او اصغر في التتريمي فلما اتجه ان هو يعملها بالبيم فاصبح فيه انفروميشن كتير جدا فده ادى ان شغلة بيكون كويس وفي واحد تاني تركيزه مثلا على البلانيج هو راجل مهندس بلانار وعا شغال في ان هو يحط خطط المشروع وإدارة المشروع فهو شايف ان البيم هو اقوى استفادة منه هي النقطة دي واحد تاني معماري بيقول لك لا ده انا البيم بالنسباني اه احسن حاجة فيه ان انا قدر اخد ساكاشن كتيره وده بيوفر عليه وقت الفينيش بتاعه وكواس جدا بيحقدر احطه معلومات فهو شايف ان البيم بفيده كتير جدا في ان هو بيسهل عليه ادارة المعلومات وادارة الانفروميشن اللي موجودة في قلب المبنى يقدر يعمل شيتروم بشكل قوي يحط كل المعلومات اللي هو محتاجة وديه نقطة قوية جدا في موضوع البيم فأتمنى الناس الموجودة تكتب ايه هو البيم بالنسباله او ايه تعريف البيم بالنسباله عشان ان نستفادت برتي طيب على ما حد يكتب نبدأ نشوف كده كلمة البيم كده نفصصها ونبدأ نتكلم فيها كلمة البيم هي بي اي ام بيلدينج انفروميشن مودلينج البي هي ان انت ده متخصص في البناء يعني ما نفعش تمسك البيم دوت وتشتغل به حاجات مثلا الاتقاد كنا نصدام مثلا في ناس صدمه ونهات صمم به هدوم بش يقول لا ترسم بيع صفير بش يقول لا تعمل بأي حاجة بش يقول لا يعني هو يعني ايه اللي يفرق في الاتقاد الباب عن الحيطة اللير هو ما تقول ده على اللير وده على اللير بس لا اقصر ولا اقل دي الفكرة كلها انما في البيم لا هو ما يفعش تحط حيطة مكان باب او تغط لغبة بينهم او تحط عمود انشائي مكان عمود معماري رغم ان الاتنين اعمدة بس بهذا ببقى ليه خصائص بتاعته وده ليه خصائص بتاعته ولما تخشت في الاعمدة المعماري هو عارف الاعمدة المعماري من الاعمدة الانشائي ما بيختلطش مع بعض كل واحد مفصل بذاته تمام طيب البلدينج مقصود بيها الطرق مقصود بيها المماري المباني مقصود بيها الشوارع مقصود بيها المدينة كلها يعني ممكن تكون فيلا ممكن تكون مدينة ممكن تكون شارع كل ده نقدر نقول عليه ان هو بيم فكلمة البي هنا مش مقصود بيها ان هو مبنى صغير او بلدنج لا ممكن اي حاجة بتتبني تمام فالمدينة كلها لو معمولة بالبيم يبقى انا عندي كمية معلومات كثيرة جدا اقدر اتحكم في استهلاك الطاقة والهدر بتاعها واعمل سيفتي قوي جدا لان انا عندي انفروميشن دي الكلمة التانية اللي هي الاي اللي هي الانفروميشن لو احنا بصينا كده ايه مشكلة الكورونا اللي موجودة دلوقتي مشكلته ان احنا نعندناش معلومات عنها انما لو عندنا معلومات هنقدر نسيطر ونقدر نعرف ايه ازاي بتنتشر وازاي نقدر نتحكم فيها تمام يعني فيه حاجات اسمها الجاي اس اللي هو ان انا بقدر اشوف يعني خريطة فيها معلومات يعني الجاي اس دي لما فاشي انفروميشن اللي هو حرف الاي تعتبر خريطة ميتة خريطة تمام الفرق بينهم ان فيه معلومات وداية بنستفاد منها كتر جدا والبيم يتكامل مع الجاي اس لو احنا قدرنا نحدد الكورونا دي بتنتشر فين وتروح فين وإلا اماكن متشر فيها نقدر نعرف النهج بتاحها وعشان جديد ما عندنا مش معلومات فعشان كده احنا خايفين منه ونحنا متدرش سيطر عليه طيب فيه كذا مرض قبل كده انتشروا وبسبب الانفروميشن ودي اهميتها قدرنا نسيطر عليها وده يتكامل مع الجاي اس ونقدر سيطر عليها مثلا الملاريا بدأنا نحط المعلومات بتاعته مع المعلومات الخاصة به النموس فعرفنا ان هو بتواجد في الاماكن الموجود فالنموس ففيه احتمال كبير يكون فيه ارتباط بينهم فبما ان فيه خرطين وعندنا معلومتين قدرنا ان احنا نعرف ان سبب انتشر الملاريا هو النموس فلو قدرنا نقضي علي النموس او بيدي النموس اللي هو لسه بيحطه على البحيارات بنقدر نتحكم فيها فالفكرة كلها المقدر نتحكم وندير الحاجة لو احنا عندنا معلومات لو احنا ما عندناش معلومات بيش تقدر اي حاج خلصة يعني لو احنا عندنا مثلا مشكلة في المبنى وعايزين ناخد قرار طب هناخد القرار ده بناء على ايه؟ يعني هل بناء على حظ ولا بناء مثلا ناخد الاراء وهكذا ولا بناء على معلومات احنا مثلا نعيزين نشوف نشتري دي ولا نشتري دي طيب مين الأخضر طيب نشتري من الشركة دي ولا مين شركة دي لازم يكون عندنا معلومات عن الشركة دي وصابodynamics ومعلمات عن شركة دي وصابقة اعمالها ومش Pine protonation إنما من غير المعلومات لا نقدرش نأخذ قرار فقوة الـ Information في إن أنا أقدر أخذ قرار سواء أنا مدير سواء أنا مهندس سواء أنا موجود في قلب المشروع أقدر أخذ القرار اللي أنا عايزه وهل ألغذية هل أكمل فدية أنا الأسهل لي ممكن يكون مثلا في كذا نوع ماثيريا الموجودة فأنا مش عارف أنا اللي أستخدمه عشان أوفر مثلا في الطاقة أو إن أنا أعمل عزل معين وحاجزة كده فأقدر من خلال البيم إن أنا أعمل كذا simulation أحط كذا material وكل مرة بعمل محاكاية وأعمل تحليل المبنى وأقدر أشوف أقرب نتيجة للحاجة اللي أنا عايزها وأبدأ أستخدمها ممكن ما ستكون أنت عايز توفر حرارة ففي كذا نوع من أنواع الزجاج فتحط كل مرة نوع جلاسة معين وتبدأ تشوف أنا واحد فيهم اللي هيوفر في الطاقة وتبدأ تستخدمها دي قوة الـ information وقوة المعلومات اللي عندي فالمود اللي عندي تقدر حط فيه أي معلومات لو أنا مثلا أعمل تسليفت على حائط مثلا في قلب الاتقائب إيه المعلومات اللي أنا ممكن أحصل عليها؟ الطول والعرض وخلاص ما أقدرش أخد معلومات أكتر من كده إنما مثلا في الـ BIM لو أنت عملت سليفت على أي حائط هتأخذ الـ U-Value وهتأخذ الماتيريال اللي موجودة هتقدر تعرف اسم الشركة اللي بتصنع الحاجة دية هتقدر تعمل بريف فبريكيشن للحائط يعني في أغلب برامج الـ BIM بتلاقي ان انت اللي عملت سليفت على الحائط بيدي خاصية ان انت تعمل بريكاست وانت تعمل بريف فبريكيشن للحائط دوت وتبدأ تقسيمه وتعرف التواريخ انت محتاجها امتى في قلب الموقع فتبدأ تعمل طلب للحاجة دي في التاريخ اللي انت عايزه يعني من أول خالص من أول يوم تقدر تبعد طلب أنا عم محتاج الحاجة دي في اليوم الفلاني محتاج مثلا أنا لسا هو في شهر يناير بس أنا عم محتاج الحاجة دي شهر إبريل طيب لو أنا مش عارف المعاد بالضبط والحاجة دي جات قابليها مثلا بشهر شهريد فأنا محتاج أن ده نخزنها لما يحتاج أن أجر مكان أخذنا فيه الحاجة دي طب لو اتأخرت أنا كده في تأخير في شغل واقف العمال وقفين ممكن أن أبنى حاجة قبل ديت وكنت ترتمهم بش مضبوط فأضطر أن انا أقصر حاجة بعد كده فالأحسن أن انا أطلب الحاجة وبعارف ان انا هحتاجها في شهر ايه بالضبط حتى البيمبيل اصدار السادس في جوزة بروكيورمين قالك احنا ننصح بشدة ان احنا نستخدم التبامي في حاجة زي كده لو اي حد عنده اي اسئلة ياريت يعرفنا ونحاول ان شاء الله نفكر مع بعض فيها ونحاول نرى لحال بإذن الله الام هي موديلنج ان انت لازم تعمل حاجة موديلنج يعني لا يمكن ان نقول ان احنا بعمل ونحن 2D او ملاف Word او ملاف Excel يجب ان يكون 3D او 4D او 5D او 6D لازم كل حاجات ديت طبعا 3D اساسي لا يفعش نتكلم على بام ونحن لا يفعش 3D بعد كده 4D او 5D او 6D او 3D او 3D دي نقطة الانطلاق بتاعتي او دي الحاجة الاساسية بالنسبة للشغلة تعمل ان انا يكون عندي موديل 3D موديلنج او مانجي منت مانجي منت يعني ادارة معلومات المشروع ادارة معلومات المبنى ان انا اعرف قدير كمية المعلومات الرهيبة جدا في المشروع بتاعتنا بيبقى عندما يكون معلومات رهيبة جدا بيبقى عند معلومات خاصة بالفساد بالامرداء بلومنج بلتكيف حاجات الدخل مع بعض جاي معلومات كتere جدا كل مكنا بيبقى لها liebe حاجات بتوصل بها في التكييف حاجات في المية حاجات في الدرين حاجات في الكهرباء لو نتيت حاجة فيهم بتبقى مشكلة فلذلك في التكنولوجيا البيم بيديني امكانية ان انا اعرف اذا كانت في حاجة بشتوصلة او في حاجة نقصة ولا لا يعني مجد اشوف الماكنة فلو في حاجة مثلا بش نقصة او انا مثلا مكنة اريهان ديجونيت بشتوصل بها الدرينج فبنتبه لحاجة سي كده مكان مثلا متاعي القهرباء في حاجة مثلا مفروض توصل بها بيبدأ ينبال حاجة زي كده فهو بيوفر لي ادوات ان انا اتأكد ان شغلي بتاعي سليم لو انشغال باسلوب عادي او بالاسليب التقليدية اكيد بيش اخد بالي ممكن ان انا مثلا مكنة تكيف مهندس تكيف مركز عليها مكنش منتبه ان لازم يكون فيها درينج او في مثلا وصل القهرباء مش متوصلة او حاجة زي كده تمام فلا لازم واحد يكون واخد باله من الموضوع دوت الموضوع المعلومات دي اهم حاجة في التكنولوجيا البناء ان تكون المعلومات متوفرة عشان ناخد القرار طيب احنا قلنا فوردي ايه هو الفوردي؟ هو بيقولك ان الفوردي هو الزمن يعني ايه الزمن؟ يعني انا عايز تشوف المبنى ده وهو بيتبني بحيث ان يبدأ شوف مثلا الارض هاي مفهاش اي ابونة خالص وبعد كده بيبدأ الحف وبعد كده بيبدأ تظهر الاساسيات وبعد كده بيبدأ يظهر الامدة القمرات الحوايط وبعد كده اللجواب الشبابيك في الحاجات ده كلها فده ممتازة جدا ان يتخيل المبنى اصطريمة كثيرا ويستردى كمراحل البناء فده بتفيد ان الاشتراك المفهاش ده ويجبك ذلك ما سوف يتم في الشهر ويمني والمعلومات بتبريد شكل المبنى وهو يديني التكلفة فبقالي فى شهر ده التكلفة ستكون كثيرا وبالشهر ده تكون كثيرا التكلفة ده تكون بناء على العناصر اللي المفروض هتتعامل في الشهر ده فده يديني كدرة كبيرة جدا ان انا اقدر اقول مثلا الفلوس المجد دلوقتي مثلا اثنين مليون اثنين مليون دول هيتكاففوا لحد شهر ابريل يبقى انا قبل ما يجي على شهر مايو لازم اكون طالب من المالك او من المستثمر او دخية فلوس في المشروع عشان نقدر نكمل ومنقفشي تمام في اي اسئلة كفو دللم على ذلك مرار عشان جدا كفو دل regimes 그 governor 5D EFFD Deafd Untuk epd يقول لك هذا الباب سيكلفنا الدقيق. لا هذا أكثر من هذا. بمعنى أنه سيكلف الدقيق كمواد خيمة. سيكلف الدقيق كتكلفة الناس التي ستبني أو الناس التي ستركب. تكلفة لو استعمت بمقابل الباطن. كل المعلومات دي باب دخلها يبدأ يحسبي لي وتصل بتاعتك ويقول لي فعلا تكلفة الفعلية للحاجة دي ستكون الدقيق. فده كويس جدا. سعادة صاحب المشروع يقول لك أنا أريد موضى البن. ما الذي أريده منه؟ أنا أريد فقط تقدير التكلفة. أنا لا أريد أي شيء خالص غير أن أعرف التكلفة دي. ليه؟ هو مثلا دخل على مشروع فأريد أن يعرف المشروع ده. لو قدمت عليك مبلغ مثلا مليون. المليون ده يبقى كثير ولا قليل. ما ممكن يكون مثلا أكثر بكثير من المشروع فالمشروع لا يرسلش عليه. أو هو يقدم سعر وليلة خالص فالمشروع يقف عليه بخسارة. فأريد أن يعرف التكلفة هتبقى قدية عشان نشوف نسبة الربح بتاعته. ويدخل المشروع ده لم يدخلش ويدخل بكيب. والرقم ده بيبدأ يتغير كل شوية. يعني كل شوية الرقم بيبقى أكثر دقة. يعني إحنا في بداية المشروع. فالمعلومات عندي بش دقيقة قوي لأن مثلا الماتيريا اللي لسه متحددتش بدقة. بعد شوية بيبدأ مثلا حد يقول نحن عزي الماتير الفلانية. فبنبدأ ندخلها فيبدأ الموضوع أكثر دقة. بعد شوية بندخل التفاصيل أكثر. بعد شوية خلاص اتفقنا على الشركة وعرفنا الحاجة كانت بالزبط. والحاجة مثلا تلعت شوية عشان دولار أو سعر البترول فالرقم تبقى كل مرحلة تبقى أكثر دقة. فالفايف دي شغالها معنا طول فترة المشروع بندها أن نعمل تطوير للمعلومات دي. طيب في حاجة باسمها السكس دي ودي مهمة جدا في البيم. ألا وهي الاستدامة أو السستانبلة دي أو الجريم بيم أو أن تعمل حاجة صديقة للبيئة. دي مهمة جدا لأن المبنى ده معمول أصلا عشان الإنسان يبقى موجود فيه. مش معمول عشان يبقى شكل حلق وخلاص. لا مهم جدا طبعا الشكل الجمالي والشكل. بس مهم أكثر الراحة نفسية. إن الناس اللي كون موجودة تكون مستريحة نفسيا لأن احنا بنقعد تقريبا 90% من وقتنا جوا المبنى. فلو المبنى معمول غلط ده هيسبب في أمراض نفسية كتير. وناس كتير هتقول لك أنا حاسبك تيب. أنا حاسب خنق. أنا حاسب بأعراض الكورونا. أنا حاسب بكرش النفس. حاسبك كتير جدا. لا ده هو الفكرة كلها إن المبنى لم يصمم مزبوط. ففي مشكلة في التهوية. مشكلة في جودة الهواء الداخلي. ودي من الحاجات اللي بناخد عليها نقطة في الليد. إن احنا عاملين جودة هوا داخلي قويسة للمبنى. ونكلم على موضوع الليد ده سريعا. قبل ما نخرج المكسجز دي بإذن الله. فهو فيه برامج كتير جدا بتعمل موضوع الستنابلتي. طيب. هل البرامج دي كلها بيم؟ طيب. البرامج دي كلها بتتكامل مع برامج البيم. يعني برامج البيم كلها من شركات مختلفة. فيه طبع Autodesk. فيه طبع شركة مثلا تيكلا. فيه شركات كتيرة جدا بتعمل. فلو إن كل واحد فيهم ليه امتدات مختلفة. يعني ده مثلا بيشتغل بالRVT. ده بيشتغل بDWG. ده بيشتغل بLN. كل حركات كتيرة جدا. فلو إن لغات مختلفة. ان كل واحد فيهم مثلا بيتكلم فرنساوي. واحد بيتكلم ألماني. واحد بيتكلم لويندي. فمحتاجين لغة مشتركة. فعملوا مع بعض كده شركة كده Building Smart. شركة غير هدفة للربح. ولما تسمع كلمة غير هدفة للربح. فعرفوا انهم بكتابوا فتير قوي يعني. فالشركة دي هدفها انها توجد حاجات مشتركة بينهم. فهم قاعدوا ولا تأتي جدا. ولكن هناك سيغة مشتركة. كما مثل جي بيات سيميالية وتروحين كلها لغات مشتركة يعني تقدر تاخد من البرنامج الفلاني ايه وتديلي البرنامج ايه عن طريق بي عن طريق ان انت بتصدره للآي اف سي او الجي بي اكسي ميل فكل برامج الاستدامة شغالة بالجي بي اكسي ميل بتقبل جي بي اكسي ميل وبتقبل الآي اكسي ميل فتقدر تطلع كل الداتا الجي بي اكسي ميل وده بيبعمل زي ملف الاشتي ميل جوا معلومات ممكن تكون بشواضحة للانسان بس لو اتعود عليها بيقدر يفهم المعلومات يعني تلاقي كلمة مثلا وول بين علامة اكبر واصغر تمام كسين كده وتقدر تلاقي المعلومات الخاصة بالوول فبتدخل على برامج الاستدامة مثلا design building و design building بي بل امتداد الاف سي برضه زي مثلا مثلا الفازاري زي الايكوتاكت زي green studio فيه برامج كتير جدا هو بيبدأ يتعامل معها open studio بيبدأ يتعامل معها وبيبدأ ياخد منها ال data ويبدأ يقول لنا احسن تصميم للمبنى يعني ممكن تصميم مبنى لو لفيته مثلا ان عشد ضربات يسبب في دخول للشمس اكتر سبب في تهوية اكتر يسبب في نواة مثلا مواجه للرياح ففيه عامل كتير جدا مجرد انت غيرت حاجة بسيطة اثرت في المبنى وخلت الجودة بتاعت المبنى اكتر او توفير الطاقة اكتر تمام فيه سؤال هنجاوب عليه المهندس محمد ايمن بيقول ايه موازات البيم لمهندس تصميم الشيء طيب هو ليه حاجات كتير جدا مثلا ان هو يبدأ يشوف المشاكل والاحمال والشيء زاد ان هو لما يصمم على برنامج البيم مثلا برنامج تكلا او ريفيت او برامج كتير جدا تقدر تاخد الموديل ده جاهز تدخله على برنامج الساب تدخله على برنامج روبت تدخله على اي برنامج من البرامج بيبدأ يتعامل معي عليه من غير ما تاخد جهد كبير في تحويله للموديل هناك يعني هو مثل الموديل في البيم ان انت بتدنيه مرة واحدة وتبدأ تشغل عليه انما لو انت مثلا في الاسلوب العادي كنا مثلا محتاجين نعمل تحليل مثلا للشمس او الحرارة كنا ندخل ناخد الخرايط الاوتوكاد 2D ونروح مدخلنا على برنامج مثلا زي الاكوتيكت ونبدأ نرسم الموديل ونرسمها على الاكوتيكت وهو الاكوتيكت اللي هي التصميم الحاجات اللي انت بتعملها موديل يتجعلها الاكوتيكت ما ينفعش تاخدها تحطها في برنامج زي برنامج ساب ده برنامج ده برنامج مالهمش ضعب بعض فنفس اللي هتعمله هنا هتعيده في الروبوت هتعيده في الساب هتعيده في الفي دي فكان جهد مضاعف جدا ان انت كل حاجة من دول تبزل فيها جهد انما دلوقتي خلاص انت تتمن الموديل مرة واحدة وتاخده وتبدأ تحطه في كل مكان أستاذنا الكبير المهندس هاب زكريا سأل سؤال جميل جدا هل فيه بري ريكويرمنت للبدء في البن؟ او تمام السؤال جميل جدا ايه هي الريكويرمنت عشان نبدأ في البن؟ اذا نتكلم كمشروع وغير لما نتكلم كشركة وغير لما نتكلم كأشخاص وغير لما نتكلم كدولة كل واحدة من الدول يعني فيها رسائل دكتورون بس دعنا سريعا نقول لو انا ببتدي كشركة او كمشروع او كمشروع انا محتاج ان اعرف ثلاث حاجات اول حاجة ال OIR ايه الحاجات المطلبات القانونية او المطلبات المنشأة او المطلبات بتاعت الشركة بتاعتي او مطلبات الدفاع المدني عشان الممنى ده ما يترفتش اسمها OIR دي حاجة اساسية لازم يكون عارفنا على سبيل المثال في المكان ده هو مكان بتاع زي مثل تجامع الخامس يقولك ايه ما تبنيش اكتر من اربعة دوار او ثلاث دوار فدي روكورمنت دي حاجة اساسية بالنسبالي لازم تكون اعرفها ايه هي المطلبات بتاعت ال OIR في المشروع دوت تمام ودي لازم تكون مهم حتى لو المالك قالك انا عكس كده تقوله لا ده السقف بتاع مدرش ان انا اتعداء او ان انا اقصر في حاجة اسمها OIR اللي هو Asset Information Requirement اللي هو اللي هيشغل المبنى نفسه ايه الحاجات اللي هو طالبها يعني ما يفعش ان اقوله اجيب مثلا الماتيريا المعينة وبعد كده يجي هو اللي هيشغل المبنى او المالك بتاع المبنى يقولك لا ده الحاجة دي مش هتنسبني الحاجة دي هتتقزيني على سبيل المسال مثلا انت جايب تكييف لكل غرفة تكييف مثل كل هو Aspilt تمام ممكن يكون ارخص بس هو يقولك لا كتكلفة تشغيل اسهل لي واحسل لي وقفار لي ان انا نجيب تكييف مركزي فمنفعش ان انا ابني المبنى وخلصه وبعد كده اروح اقعد مع ال OIR اقوله مع ال OIR اقوله انت عايز ايه لا لازم ابقى عارف ايه الحاجات اللي عايزها ال OIR من اول يوم تمام طيب في حاجة تالتة اسمها ال OIR تمام ودي بتبقى مندخل معها ال OIR و EIR بحيس ان هما كلهم تبقوا حاجة واحدة يعني بحط المطلبات ديت ما ينفعش ال OIR المطلبات المالك تكسر OIR او EIR تمام لأ انت هعمله كل ما انت عايزه بس في حاجات معينة قوانين بتحكمي فبنقض مع ال OIR انت عايز ايه انا عايز ابني مثلا اربع فيلل او اربع شليهات وعايز اوصل بينهم بكذا وعايز اعمل كذا كل الحاجات دي هي قسطية قبل ما اشتغل فيها تمام السؤال جميل جدا انا واسازنا ايه اللي علاقة بين ال PIM و ال RIBIT تمام حاضر فال EIR هي مطلبات المالكة انا بعض ما يقولوا انت عايز ايه في المشروع دوت ممكن يقول لي انا عايزك تعمل لي مثلا ال PIM وتوجد لي كلاشات وتعمل لي الحصر خلاص اتفقنا طيب انا عايز منك حاجة تانية ان ان انت تدرب الاصف بتاعي عايزك تدربهم على ال PIM طيب خلاص اتفقنا العقد شراءات متعقدية هدرب لك الناس بتوعي طيب انا عايز منك حاجة تانية برضو ان كل الاجهزة اللي عندك تكون Workstation طيب انا عايز كل البرامج اللي هتشغل عليها في المشروع ده تكون لائسنس تكون نسخة اصلية ما مفيش حاجة كرائية جميل جدا كل اللي انت عايزه دي حاجات بتتحط في الاتفاقية وبنبدأ نشغل عليها الاتفاقية دي لو بيش موجودة بيش نسلم شغل يعني هنقول له اه وتفضل يقول لك اذا ده هو ده ال PIM لأ بيش هو ده ال PIM ده انا ال PIM عايزه فيه حاجات معينة بيش موجودة تمام فعلشان كده بنعم بيم اكشن بلان حاجة زي العقد كده فيها كل حاجة تسلم ازاي والتوريخ التسليم وايه المعلومات وممكن اقول له طب المعلومة دي بش هسلمها لك هسلمها لك وبنتفق على الدرج التفاصيل اللي اقول ل او دي level of development اللي هتسلم تمام دي حاجة السيئة عشان ما نختلفش كان فيه مشروع بقى لهم مشهور كتيرا اللي صمم بيقول لك انا خلصت واللي بيستلم بيقول لك لأ انا شاف ان انت منبوال 10% من اللي انا عايزه فجيت انا في النص كده لأ طب ايه طب تعالوا بنعمل الورقة لانه كل ما هو بيطور التاني بيقول لبش هده اللي انا عايزه فالموضوع قعد شور طويلة لحد ما عملنا ال PIM ده يسلمك كده والتاريخ كده ودرج التفاصيل اللي سلمهك كده وهو بش يسلمك مثلا تسليح التسليح في شبك تسليم الفساد مثلا درجة تفاصيل اللي سلمهلك سري هندلد بيش اسلمك فقد هندلد بحيث اننا كل تسليمه بفادر التفاصيل وفي التعليم بنحن بفادر التفاصيل اكتر فالاتفق ده سهل كتير اوي تمام فالموضوع كان كواس جدا لما اتفقنا وحطينا نقطع على الحروف وبدانا ننظم الموضوع فالبريل ركويرمنت هي دي ان احنا كون متفقين وحاطين الورق وما فيش اي خلافات الحاجة التانية لو احنا بناكلم على البرريل ركويرمنت مثلا في كدولة لازم يكون في ناس فهم بيم في قبل الدولة مثلا في قطر كنت انا بحث مساعد في جامعة قطر على موضوع تطبيق بيم فمن ضمن الحاجات هل في كعدك كافي تطبيق بيم وفهمين بيم في قطر ولا لا فلاقينا الموضوع محتاج ان احنا نرد شوية يبقى في استلام مثلا هستلام الموضل ازاي فيه كود فيه كود مصري دلوقتي لسه نازل حريسا وفيه شغل كويس جدا فيه الكود بتاع البيم موجود فدي من ضمن الحاجات على اساس ان نبدأ ان نطبق البيم في الدولة طيب احنا ليه عايزين نطبق البيم في الدولة وفي الشركات وفي الحاجات دي لان هو بيوفر كتير جدا طبعا كتير جدا بس انا اختر واحدة منها عشان هو بيوفر فيه هدر الموارد يعني هدر الموارد في المشاريع بيوصل في بعض المشاريع الاربعين في المية فتخيل مثلا تكريفة المشروع مليون ربعمائة الف منهم هدر بسبب عدم التنصيق بسبب المشاكل اللي بتحصل فالبيم بيوفر للمشاكل دي فعشان كده انا بحب استخدام البيم ولما بشغل في مشروع كاد بابقى متضايق ولو احنا مندرس المشروع الاول هل احنا محتاجين بيم ولا لأ لو مش محتاجين بيم ممكن يكون المشروع ده عملنا زيه قبل كده فاحنا عندنا المعلومات فممكن نشغل بنفس المعلومات الفاتحة بس غالبا بيبقى فيه اختلفات فبنشغل بالبيم عشان نفسينا نوفر الهدر لان الهدر ده في الموارد ده بش بش حقنا ده حق الاجال القادمة واحنا عزين نحافظ عليها بش عزين نعمل لها هدر فلو احنا منطبق البيم في الدولة في كزا حاجة لازم تكون متوفرة لازم يكون في مثلا فاملي مثلا احنا مثلا برمني بسلوب مختلف فلازم نعمل الفاملي اللي احنا محتاجينها اللي هي الحاجة دي فنبدأ نجهزها مثلا نبدأ نحط مثلا كود نحط مثلا ستاندرد الستاندرد حالي الدول الاخرى بداش غالبين اللي هو الايزو 950 وفيه ستاندرد خواس جدا اللي هو صنافوري مميز ومنظم تمام؟ طيب لو واحد عجز يبدأ يشتغل في البيم او يبدأ يطبق البيم محتاج ان هو يبدأ يستطب بالسوفت وير يبدأ يستقرر على السوفت وير يشتغل عليه يبدأ يفهم ان فيه تكنولوجيا اسمها البيم بش مقرر سوفت وير تمام فحنا حتى في البيم اريبيا عاملين كده حاجة اسمها جاستو بيم ده دروس مجانية تماما على اليوتيوب على قناة بيم اريبيا هتلاقي شرح لكل الحاجات فيها كل الدروس في اكتر من مركز في بريطانيا وفي امريكا وفي كذا مكان عاملينها بالعربة بسوط فهل جدا طيب نروح بها للسؤال الجميل قوي اللي هو هل فيه علاقة بين البيم والريفت طيب البيم هي فلسفة او تكنولوجيا او فكرة ان انا احط كل معلومات المشروع على الكمبيوتر بحيث ان انا بنيت البيت ده في الحقيقة وموجودة عند البيانات بتاعتها يعني على سبيل المثال لو احنا مثلا انا عايزين نعمل مشروع قوم كبير جدا زي مثلا اهرامات لما جوم يعملوه قالك احنا خايفين نحصل في اي مشكلة ما تعملش مشروع قبل كده بالحجم ده في العالم كله تمام فهنعمله ازاي وهنخش ازاي وقال لك احنا نعمل هرام صغير ونبدأ نشوفه ونشوف المشاكل ونحلها قبل من نعمل هرام كبير ده فتكلفة عمل الهرام الصغير وبعد كده يعملوه هرام قريب منه ويبدأ يشوفه ويعملوه موديل اثنين وثلاثة على الحقيقة تكلفته ممكن تتعدى تكلفة الهرام نفسه يعني الهرام مثلا ممكن هتكلف مليون معرفش العمل بتاعتهم ايه في القضابة المصريين بس هتتكلف اكتر منها بالموديل انما لما بنحط الموديل على الكمبيوتر لا تكلمش حاجة خالص اذا هو شوية سوفت وير والراجل الغلباني اللي شغال ده بياخد مثلا اكله وشربه وخلاص ما بيقاش في تكلفة خالص عكس لما تبني حاجة في الواقع فهي التكنولوجيا وفرت كتير جدا ووفرت وقت ومجهود وشغل كتير جدا فاي برنامج يطبق التكنولوجيا دي وطبق الافكار دي يبقى بين ايه الافكار ديت ان انا لو عملت سيليفت على اي عنصر اقدر اعرف كل المعلومات اللي انا محتاجها من العنصر دوت تمام يعني لو انا عملت سيليفت عليه اقدر اعرف تكلفته هشتريه امتى هيتركب امتى كل المعلومات دي تبقى موجودة ايه كان البرامج اللي سنستخدم يعني ممكن الاطوكاد يبقى كده او ممكن لو الاطوكاد ده في اسمه اوتوكاد معماري اوتوكاد انشائي اوتوكاد مي بي دي بيبقى في بعض الادوات اللي موجودة اللي بتاعدني تمام بس بيش بنفس قوة الريفت او بنفس قوة الاركيكاد او بنفس قوة التكلة تمام ده برامج مخصصة ومصممة عشان تبقى بيم فيه الاسكتش اب طبعا مش من برامج البيم بس فيه اداة بتستطب عليها بيتحول لبيم فيه برامج اوين سورس ومجاني اسمه فري كاد ده بدأ بيحط فيه ادوات مخصصة لبيم فلو اتحققت فيه خاصة ان انا عمل سلكت على انصر جبل البيم فلو انا عملت سكشن في اي مكان يطلع لي على طول وبنفس المواصفات ولو عدلت في السكشن يتعدل في البنانة يتعدم في السري دي ده كده بدأنا هون نقول ان هو من برامج البيم طيب لو انا مثلا جبت برنامج بمعروف ان هو بيم زي الريفت ومشتغلت بفكر البيم يعني ايه يعني مثلا بدأت ترسم داقت مثلا وقول ان الداقت ده كيبل تري او بدأت ترسم كيبل تري وقول ده حيطة المهم من ان هو طالع في التودي مظبوط يعني في التودي انا شايف خطين ومكتوب عليه حيطة فانا اقتنعت ان هو حيطة ده ما بقاش بيم ليه لان انا لما اخد منه حصر الحصر يتلع غلط لما اقل له كلاش ديكشن هيبج بشكل فهم حاجة لو انا عدت نعمل كله موضل امبليس برضو بالشبالية اي لازمة خالص يعني واحد مثلا كل ما يلاقي مكنة يعملها موضل امبليس كل ما يلاقي حاجة يعملها موضل امبليس طب هاتلي الحصر مش فاهم ايه حصر ايه تبقى انت قدامك في اجهزة كتير جدا بس لما تقول له حصر يقول لك zero zero ليه لان هما كلهم معمولين غلط كان هما ولا شيء هو شايفهم كلهم ان هما كتلة وخالص لما تجي تقول له فين كلاش ديكشن بين الكهربا وبين المعمارة ما يلاقيش لا كهربا ولا معمارة فما مبقاش بيم فالفكرة بيش بالسوفتور اللي حمسخدمه الفكرة بان ان انا طبق فكرة البيم وان انا بقى فاهم فكرة البيم وان انا بعرف ان انا بعمل حاجة اسهل وبتوفر معي وقت فالفكرة البيم هو التكنولوجيا والريفت برنامج من البرامج اللي في حال التكنولوجيا دي وفيه برامج تاني كتير جدا زيه زي الاركي كاد طب ليه الريفت مشهور قوة الدعاية بتاعت اوتو ديسك دي حاجة مهمة جدا زايد ان الريفت بتكامل فيه المعماري والانشائي وكهرومكانيكا بينما الاركي كاد هو فيه انشائي وفيه كهرومكانيكا بس التركيز كله على المعماري والكهرباء والمي بي لسه مستطشي للمرحلة انها تبقى برنامج مستقلة او انه انشائي يشتغل ويقولك انا معاه كل الادوات مفيش حاجة نقصة معي في برنامج تيكلا مثلا ده متخصص فيه كهرومكانيكا فلذلك اوجدوا بقى اللغة المشتركة اللي هي زي الافي سي والجي بيك سي ميل بحيث ممكن المعماري يشتغل على الاركي كاد والانشائي يشتغل على تيكلا والمي بي يشتغل على ماجي كاد يشتغل على ريفت يشتغل امي بي يشتغل على البرنامج اللي هو عايزه كل واحد يأخذ اقوى برنامج واحد يشتغل بيه ويتبادله البعانوميات ويبدأوا يشتغلونها بعض ويشتغلون شغله بها تمام طيب ده من النوات المهمة جدا فالاستدامة بيفحها كترة جدا بنيدر نقسها من خلال البيم بنيدر نشوفها هل هي فعلا هتتحقق ولا لا وده بتوفر مع نوات كتير اوي بتخليها نعمل تصميم كواس جدا من اول مرة ان شاء الله طيب اقولك للمة ليد الليد هو برا عن ايه هو اداة للقياس هل الاستدامة المطبقة ولا لا بس هو بشاستدامة يعني هو بيديني بعض المعايير بيديني بعض النقط النقطة دي تحقق تاخد عليها درجة تحقق تاخد عليها درجة وبعد كده يجمحهم وبعد كده لو انت حققت النقط معينة بتبدأ يقولك انت مثلا عملت الليد الدهبي الفيدي حسب النقط اللي انت حققتها فالبيم بشاعدني ان اولا اتأكد قبل ما اقدم الورقة بتاعي ان انا محقق النقط دي ممكن اقول له مثلا ايه مفروض ان انا باخد نقط لو انا عامل مثلا مطاق الزراعية نسبة معينة من الحاجة المبنية فهل الحاجة دي بتحقق ولا لا فيقول لي اه مي بتحقق ولا ده وكنا عملناها بسلوب سهل جدا من خلال الاسكادول اللي موجود في الريفت ان هو يبدأ يشوف بالنسبة بانديه دي ويبدأ يديني الرقم ولو الرقم مظبوط بيديني لون اخضر لو الرقم غلط بيديني لون احمر خلي بالي من النقط اللي فهم شكل ويبدأ احلى وحنا الحمد لله عندنا في مصر الجريم بارامتس الجريم بارامتس بيمتاز عن كل الاكواد بتاعت الاستدامة في العالم ان هو في بيم يعني بيديك نقطتين لو انت عامل موديل بيم بيديك تلات نقط لو انت استخدمت الاستدامة يبقى احنا كده داخل معنا مصطلح جديد اللي هو الفسالة مانجيمنت اللي هو البعد السابع يعني ده اعتبر دامنشن السابع اللي هو عبارة عن ايه بقى؟ هو عبارة ان انا هشغل المبنى التشغيل المبنى ده بعد ما المبنى تبنى ان انا قدير معلومات المبنى وبالعكس عب بيجي واحد يقول لك ان المبنى موجودة هو تعالى وتدخل المبنى وتلاقي المبنى شغال خلص تبنى كله وكل الصناعية اللي كانوا بيبنوا مشيوا والفوندو شغال ويقول لك انا عايزك تعمل لموديل بيم طب انت عايز موديل بيم ليه اذا كان المبنى نفسه موجود يقول لك لا ده انا عايز موديل بيم دوت عشان اشغاله عشان اعرف قديره اعمل له عامله عمل له سيوانة فهده برامج متخصصة ابت او برامج متخصصة او برامج متخصصة انزمة جدا في موضوع بما يأخذ المعلومات من قانع مستخدمات يوجد بيانات كثيرة قوي هو عايز حاجة هائية عايز حاجة منتظمة ولما نخش بيقول نعايز ملف اسم كوبي ملف كوبي دوت construction operation building cobi 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 building exchange ده امتداد كده بيبعمل ملف اكسل في كل غرفة ايه المكان اللي موجود جواها ومواعد السنة بتاعتها وهكذا عشان نعمل جدول زي ده بالاسلوب التقليد من ملفات الريفت ومن التوكاد ومن التوكاد ومن الورقة ومن حاجات ديات وممكن يكون عندك ملف الريفت بس بش معلومة مظبوط بياخذ وقت سير اوي انما لو انت شغال بيما مظبوط بضغطة زر بتلاقي المعلومات دي خرجت وتقريبا بتبقى كلها موجودة لو انت بدخلها مظبوط وإلا بعض المعلومات البسيطة اللي ممكن تكتب manual زي مثلا اسم الشخص اللي عمل موديل اسم الشرك اللي عملة موديل بعض المعلومات البسيطة اللي بندفها المال في الكوبيد بيوفر وقت كتير اوي لو انت اعملها من خلال برامج البن ده موضوع الفاصلتي منجمينت وموضوع الفاصلتي منجمينت هم جدا لان لو انت شغال مثلا بتصمم ممكن تصمم في 6 شهور شغال في موضوع construction ممكن مثلا 3 سنين في موضوع التشغيل وموضوع الفاصلتي منجمينت ممكن تقعد في المبنى مثلا 40 سنة انت مسؤول عن السيانة بتاعته وما تساشن قليل اوي اللي تشغل في الفاصلتي منجمينت فبيبقى عندك ميزة تنفسية مفيش جامعات بتخرج بيم وفاصلتي منجمينت حتى الان ان شاء الله قرأي بيبقى موجود بس حتى الان مش موجود فانت بيبقى عندك ميزة تنفسية ان مفيش حد في التخصص دوت فتبقى كوف عشان كده بنصح الناس انها تخش في البيم وتخش في الفاصلتي منجمينت وتخش في السستنبلتي وتخش في الزكاء الصناعي اصبح فيه تطور جامد جدا حتى الريفت 21 فيه جزء كده خاص بان هو يبدأ يقول لك مثلا اديني غرفة و اديني مثلا حاجات تتعايز توزحها هو يبدأ يوزح حالك تمام؟ جنالياتيب ديزاين يبدأ هو بقى يوزح لك الحاجات عن طريق ورسمات معينة يسألك بقى انت عايز اكتر عدد توزع ولا عايز اقل ولا عايز حاجة قربة من باب و تدله بعض العوامل يبدأ يعملك الحاجات ممكن تقول له مثلا انا عايز اعمل تلت اربع كتل كده وارتفاعتهم كده فهو يبدأ يديك اشكال كتيرة جدا تبدأ تختار تقدر تفارلتر ويعمل الكتل اللي انت عايزها بشكل انت عايزه فأصبح فيه زكاء صناعي موجود في البرنامج اللي ينزل خلاص يعني اصبح الزكاء الصناعي في موضوع كنستراكشن حقيقة بشخيال اصبح يعني قريب قوي ينزل البرنامج تقول له كده بالصوت بالمايك انا عايزك تصمم لبرنامج على النصج بتاع زوعة حديد او حسن فاتحي او نورمان فوستر وعايزه ثلاث دوار وعايزه مثلا كل دور حمامين وهو باقي يعمل لك التصليم ده كله ده 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 حاجة ممكن تحصل خلال سنتين مثلا حاجة زي كده انا عارف المعايدين كانوا قراب يوصول حاجة زي كده بس وقفوا لان هم حاسوا ان في خطورة جدا من الموضوع دوت ان كده كل المهانسين هيعادوا في البيت فلا موضوع ازك اسمع من الموضيع اللي تمنى ان ناس تهتم بيها وتتعلم البرمجة زي برمجة البيسون مثلا او السي شارب على اساس ان هم يقدروا يبرمجوا يشوفوا ايه الحاجة اللي نقصة في قلب البرمج وتعملها لما تبرمج مع البيم بتلاقي سهولة جدا بتلاقي ان البرنامج فاهم انت عايز ايه فاهم يجيب الحاجة بنين انما لما تبرمج مع البيش سمارت بتتعب جميل جدا بتبدأ تعرف كل حاجة وتبدأ تبذل جهد كبير جدا عشان تعرفوا الفرق بين الباب والشباك والحاجات دي كلها انما في البيم لا هو عارف الحاجات دي فممكن تقول له ربوط لي بدي زبط لي الحاجات دي فبياخدش وقت خالص في ان هو يزبط الحاجات دي طيب ممكن نستخدم البيم برضو في بعض اخر يعني فيه اختلاف على موضوع البعد الثامن والتاسع والعاشر والحاجات دي انا واحدة فيهم ترتيب بتاعهم حتى الاما كيش وثيقة رسمية قالت لا خلاص هو الثامن كذا بس ممكن نقول مثلا السيفتي تمام انا ارشح ان السيفتي دي بهاي رقم 8 ايه هي السيفتي ان انا عايز استخدم البيم في ان انا اقلل من حدوث الحوادث والكوارث يعني ممكن افترض ان فيه شخص افتراضي هيمشي جوه المبنى واول ما يلاقي فتحه يروح منبهني خلي بالك ان انت عندك مكان هنا خطر ممكن حد يقع فيه فالتي بتحط صورة تمام ممكن اعمل سيفتي على العناصر اللي فيها هذرت فيها خطورة واديها رقم معين وابدأ اديها لون معين بحيث ان انا انابه ناس ليه ممكن اوري العمال سريدي الحاجة هتليف ازاي هتعمل ازاي هتدربهم على استخدام الرفع كنا طبعا متأكدين ان الحادثة الفضيعة اللي حصلت في مكة لما رفع وقت وانا كنت شغال في المشروع وحصلت الموضوع ده ان الرفع فيها مشكلة معينة في الوزن والحاجات ديت وقعت الرفع دي لان العامل مكانش فاهم هندسية مكانش فاهم حاجات الوزن واللفة والحاجات ديت تمام وحتى لما عادنا معايا وعادنا مع انا 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 ا